السلام عليكم معكم عماد من تونس أصدقائي هذا الموضوع أردت أن أطرحه عليكم لأنه موضوع هام جدا ودائما ما تأتيني أسئلة حوله هذا الموضوع هو هل إن تربيت التيور في الأقفاص حلال أم حرام أو حتى يعني في البيت وهذا الموضوع وعدت بعض الأصدقاء بأن أطرحه هذا الأسبوع منهم السيد أحمد من تونس والسيد عبد القادر من الجزائر والأخت هدى من لبنان والأخ غسان من العراق ونبدأ في نقاش هذا الموضوع أصدقائي في البداية كيف نتأكد من أن تربيت التيور في المنزل أو في الأقفاص حلال أقدم لكم هذا الحديث المنصوب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيحين البخاري 5778 ومسلم 2150 إنه لأخي أنس بن مالك لأمه يقال له أبو عمير كان له طائر وكان اسمه النغير أو النغير فمات الطائر وحزن عليه الصبي فما زحه النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو عمير ما فعل النغير والنغير أصدقائي هو طائر صغير يشبه العصفور وقيل هو البلبل وقد استدل بهذا الحديث على جواز تربيت التيور في الأقفاص وحبسها بحكم عدم ممانعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تربيت التيور إذن من الناحية الشرعية تعرفنا الآن أصدقائي على شرعية وضع التيور في الأقفاص لكن هذا أصدقائي لا يكفي إذا لم نتعامل مع تيورنا التي حبسناها في الأقفاص بطريقة سليمة ووفرنا لها الأكل والماء والنظافة لأنه أصدقائي نشاهد في بعض المرات يعني بعض الإخوة سمحهم الله يعني يتحصلون على الطائر ويضعونه في القفاص ولا يبدلون له الماء إلا مرة في الأسبوع ولكن الطائر كما نعلم دائما ما ينظف يعني منقاره وحتى نفسه يعني في مشربية الماء وبالتالي سوف تتسخ يعني الماء وهذا عندما يشرب منه الطائر ما سوف يرجع عليه بالأمراض بسهولة تامة وكذلك أصدقائي يجب علينا توفير كل ما يلزم للطائر عند المرض يعني نقدم له الأدوية لأنه هناك بعض الإخوة كذلك يا أصدقاء من يمرض طائره يعني مرض يعني خطير نرى الطائر حتى يعني أصبح منفوش الريش والشخص الذي يربي الطائر يعني إذا كان يعني لا يعرف المرض ولا يريد حتى أن يذهب به إلى البيتري بحكم أن الطائر مثلا سعره 20 دولار والطبيب يطلب 15 دولارات وبالتالي سوف يحسبوها من ناحية المادية أصدقائي هذا كذلك حرام يجب علينا أن نتعامل مع الطائر بما كائن حي ويجب توفير له الحماية والعناية والعناية الصحية الكاملة للطائر ولا نحسب الناحية المادية فقط هذا من ناحية من ناحية أخرى أصدقائي هناك بعض الأخوة يعني هناك بعض الأصدقاء من يعني صديقون طماع أكثر ويجعل الأنثى التي يربيها تضاعش أول ثاني ثالث رابع خامس متر حتى ستة أعشاش لماذا يا أصدقائي هذا الطماع المبالغ فيه لأن الأنثى كل عشدة هذا يعني ينقص من السنة الافتراضي لها أصدقائي وكذلك أذكر عندما يلقح الأنثى في كل مرة يا أصدقائي هذا ما سوف يعني ينقص من العمر الافتراضي كذلك له يجب علينا أن نعلم أن هذا الشيء يعني شيء حقيقي ثلاثة أعشاش في السنة تكفي للأنثى هذا من ناحية من ناحية أخرى أصدقائي ماذا نسمي بعض الصيادين صيادين طيور الحسون الذين يعني في الربيع عندما تكون الإناث والذكور لها أعشاش يذهبون وينصبون الأفخاخ والشباك ويصطدون كل الطيور وبالتالي سوف يعني تموت الفراخ بحكم يعني عدم عضلة الأم والأب لهم بالتعام اللازم لهم إذن أصدقائي يجب علينا أن نخاف الله ونبتعد عن مثل هذه الأسالي والسلام عليكم أصدقائي في موضوع قادم أصدقائي في موضوع قادم